السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أحباتي في الله على قناة أصوات الطيور بعد فترة طويلة من الانتطاع بسبب بعض الظروف الخاصة واليوم سوف أقدم لكم من خلال هذا الفيديو بعض الإرشادات المفيدة والمعلومات المهمة حول كيفية إنتاج فراخ الكناري دون أي مشاكل وبأبسط الطرق وأسهلها وأنا أعلم جيدا أن هناك الكثير من عشاق طائر الكناري ينتظرون بتلاهف شديد وصول موسم تزاوج الطيور وتكاثر الكناري وهدفهم واحد وهو الحصول على فراخ وإنتاج جيد دون أن تواجههم مشكلة في الإنتاج ويبدأون في تطبيق كل ما يقال لهم بعشوائية تامة وعند عدم حصولهم على نتائج مرضية بالنسبة لهم تجدهم يتساءلون عن السبب لذلك في هذا الفيديو سوف ألخص لكم أهم العوامل المسببة في نجاحك أو فشلك في هذه المرحلة المهمة والتي قد تعني للبعض الكثير والكثير وأولا عصولك على زوج من الطيور سليم وبصحة جيدة وفي عمر مناسب لأن هذا عامل حاسم لنجاحك في الإنتاج من هذه الطيور لذلك أنصح أي مبتدئ في تربية الطيور أن يقتني طيور في عمر لا يتجاوز السنة أو السنتين حتى تتأكد من أن لديك عصفير وطيور قوية وبخصوبة مرتفعة وتأكدك من جنس الزوجين نعم لأن الكثير والكثير من المبتدئين يقعون في هذا الخطأ فتجدهم طيلة الموسم ينتظرون من طيور لهم نفس الجنس أن يتكاثروا وعندما يأتي لاستشارة أو استشارة أحد الخبراء في تربية الطيور يظهر وبشكل واضح أنهم إما أنثتين أو ذكرين لذلك من المهم جدا أن تقوم باقتناء من بائع موثوق أو على الأقل أن تستعين بشخص لديه خبرة كافية في تربية طائر الكناري وثانيا مكان وضع القفص وضعك للقفص في غرفة خاصة ليس كوضعه في غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو في المطبخ لأن هذا خطأ احرص فقط على أن يكون في مكان هادئ ونظيف بعيد عن الأطفال أو أي مصدر للإزعاج والأهم هو بعده عن الطيارات الهوائية والحيوانات المفترسة لديك القطط أو الوزق أو المبريس وتجهيز الكناري للتزاوج عند تجهيزك للطيور فأنت تكون بذلك قد قطعت نصف الطريق إلى الحصول على إنتاج سليم ووفير بإذن الله تعالى وقد تحدث بشكل مفصل عن كيفية تجهيز الكناري في الفيديوهات السابقة على القناة من قبل وإن شاء الله سوف أذكركم بأهمها مع معلومات جديدة في فيديو جديد إن شاء الله ويجب أن لا ننسى مرحلة ما بعد الإنتاج تدعيم الطيور بنظام غذاء غني وهذا الأمر لا يمكن الاستغناء عنه أبداً وأنصح بشدة تقديم خلطات البذور المتنوعة التي تحتوي على الفواكه المجففة إلى البيض المسنوق لكن مع ضرورة وضعه في إكسسوار خاص به حتى لا يتلوث في أرضية القفص زائد الباتير وبالنسبة للفواكه أو الخضار كالجرجير والخس تقدم ابتداء من اليوم الخامس أو بعد نهاية الأسبوع الأول وعدم الإكثار منه وإضافة إلى ذلك تقديم الديدان إذا كانت متوفرة فهي من المصادر المهمة للبروتين عند الطيور لضمان نمو الفراخ على أكمل وجه وبدون مشاكل إن شاء الله والأسئلة التي تسأل هذه الفترة وبكثرة وهو متى يبدأ موسم إنتاج الكناري بشكل طبيعي يحدث في الفترة ما بين بداية فصل الربيع ومنتصف فصل الصيف لكن قد يختلف المكان لآخر حسب الجو وساعات الإضاءة إذ أنه في بعض الأحيان قد تنتج منهم في فصل الشتاء الآن والسؤال الثاني هل أدخل الذكر على الأنثى أم العكس؟ بشكل واضح جدا عليك أن تدخل الذكر على الأنثى لأن هذه الأخيرة الأنثى تكون هي المستقرة في العش وتكون مسيطرة أكثر على المكان الذي تعيش فيه وإذا قمت بالعكس قد تحدث بعض المشاكل والسؤال الثالث كم تضع طيور الكناري من بيض؟ في المتوسط ما بين ثلاثة إلى خمس بيضات لكن تحدث استثناءات في بعض الأحيان وخاصة في البطن الأول ليصل العدد إلى ست أو سبع بيضات وفي حال كان أحبتي في الله أي أسئلة لديكم بخصوص مجال تربية الكناري أنا موجود ما عليكم سوى كتابتها في تعليق أسفل الفيديو وإن شاء الله سوف يتم الرد عليكم سريعا وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تنسوا المشاركة لتعم الفائدة على الجميع بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد من الفيديوهات المفيدة لكم ولا تنسوا أخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس اشعارات القناة حتى يصل إليكم جديدنا فيما يقص تربية الطيور ولا تنسوا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك سوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف أسفل الفيديو ولا تنسونا من صالح دعائكم دمتم في أمان الله وشكرا لكم لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله